مساء الخير يا برج المزام للقراءة العاطفية ويارب تكون تنول يعني علاكم ان شاء الله شخص ده لو كانت علاقة عاطفية فهو حابب انه ينفصل عنك لانه حابب يبقى سنجل من الاخر واخد قرار بجد مش هزهر فعلا قرار بجد وشعر بان ده الحكم الصح وده كان اللي المفروض يحصل هو شايف ان ده اللي كان المفروض يحصل من الاخر وهو عايز يبقى سنجل انما لو هو متزوج يعني انتم متزوجين في علاقة زوجية فممكن يكون عينه على حد تاني من الاخر كده وعايز يروح يتزوجه بقى وشعر ان شخص التاني ده هو اللي حلوي يعني عشان كده قافل على الموضوع خالص عزيف على الموضوع خالص واخد قرار سريح يعني لكن هو مجمد مشاعره قوي عليك قوي قوي او برج الحمل فضاء طبيعي يعني من برج الحمل وانت انت شاعر بانه فيه شيء هدب فيه شيء هدب اتعبان جدا يعني ممكن تكون من كتر الزعل بتبكي مرة واحدة كده تلاقي نفسك عايزتي بدون اي هدف يعني مش هدف يعني يمزوي لأ لما بتفكر مثلا مرة واحدة طب هو شايفك ازاي في الوضع الحالي شايفك ان انت تعبان بص بقى يعني بص الراجل ده جبروت انت ممكن تكون عملت حركة زعلته منه زعلت يعني زعلته منك ممكن تكون عملت حركة قفش عليك ممكن ممكن مش ممكن لأ ليه ممكن شايفك ان انت تعبان جدا 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 ممكن تكون يعني نحسسن بانه هو لو علاقة زوجية وانتو بتشوفه بعضه في البيت فانت ما بتنامشي معه في الوضع وتعبان وزي ما تكون مش بتترجاه بتقوله طيب يعني نعيد تاني نعيد حاجة قالك لأ انا واخد قراري انا لازم امشي لو سباحتي سيبنا امشي بص انت شايفو ايه انت شايفو زي الصن زي الصن دي دي بقى اللي انا هتأكد لنا دي اللي انا هتأكد لنا هل هو مع طرف تاني ولا لا طبعا لو متبطين ممكن يكون عايز يخلع من هزي العلاقة ويروحها بتاتي مم بقول يخلع دات يخلع انت شايفو ان هو كرر رحيل مرة واحدة هو بالزبط ده ذا اللي حصل مرة واحدة عمل لك اللي وش ده بدون ادنى سبت بدون ادنى سبب. انت ممكن تكون ما عملتوش حاجة. عشان كلا انت تعبان قوي. انت بتقول له ايه اللي حصل. وكرر يمشي بدون بدون ابداء ازباع. لوحده كده ممكن يكون عملك بلوك. لان على اه ممكن يكون بالزبط. ممكن يكون عملك بلوك. وباصص لحاجة تاني. انت شايف ان هو باصص لحاجة تاني. ومتكبر عليك. ممكن يكون ما فيردش عليك لما تيجي تكلمه. عشان كده اوه شايفك ان انت تعبان. انت ممكن تكون مع ابتله مسجد تقوله ليه? عملت معي كده ليه? نزل. بتبين له يعني ان في في مشكلة. انا تعبانة. او انا تعبان. تتعمل معي كده ليه يا اخي. فااا. فاوه شايفك ان انت تعبان من غيره. ولكن هو مستمر في تحركاته. فا بيه الخطوة اللي ياخدها? الخطوة دي انا مش حباها خالص. اه. الخطوة اللي ياخدها الشخص ده. لو زوك هيطلق. هيكسر قلبك. لان هنا كرت المقزونة. وانت هتوافق على الطلق ده. لو زوك وفجأة كده قالك انا عايز اطلق. طب ليه يا عم? طب ولادنا? الولاد. الولاد. حرم عليك اهم. طفل. فيه بينك واطفال. انت عايز تطلق ليه? انت عايز تطلق ليه? ليه يا عايز تطلق? تطلق ازا. ده مستقوي قوي. ده جبروت. ده عايز ياخد قرار للانفصال في اسرع وقت. واسرع وقت. وممكن يكون. بس ده كوين افانوس وكوين باندا جلسة. الشخص ده. انت ممكن تكوني عارفة واحد بس انا هقولكو على سيناريو ظهر لي فدأة ده. الشخص ده متزوج. مش بيكي. ات اوكي? كمان. وكرر مرة واحدة انه ينفصل علمك. ليه? عشان هو شاف ان اللي حصل بكو ده ظلم لعيلته. وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع كامل معاكي. قلت له حرام عليك. طب واللي بنا طب تقال لك لأ انا عازلش. او سمحت. عشان كده هنا فيه علاقة سلسية. فيه زوجة. اهيه. في زوجة. في زوجة. في زوجة في النص هو شايف ان هي ظلمها. شايف ان هي ظلمها. الزوجة دي ممكن تكون برج ترابي او ناري. وممكن تكوني زوجة تالتة. وممكن تكوني طرف عادي ارتباط. فقال لك مرة واحدة كده انا ماشي. انت شايفا ان هو عمل الحركة دي عشان عياله. عشان هو عنده طفل عنده بيبي. وقرر ينسحب من هزي العلاقة لانه اه فكر كتير قوي وحس ان هو متكتف. مش عارف يبقى معاكي ولا معاك. انا بقولك ده متجاوز. انه وجل متجاوز. ممكن تجوني اكتشفت انه متجاوز. عشان كده عشان كده انت ماشي. متعبانة جدا. القرار اللي انت هتخديه ازا هارفانت. وده قرار حكيمة كده ازا هارفانت بس ممكن يكون نقزونه. كنت يكونوا متجاوزين كا زبادة السر. بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية ما تبقى انتصار برضو. بالزبط. بالزبط. انت هتكرري ان انت تقفلي الشابتر. بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروض. خالص. تقدمينه عرض? لا. وحتى هو لو قدملك اي عرض مش هتوفق. اصلا. وقررت ان انت تجملي مشاعرك. وتقفلي العلاقة دي خالص. انت او انت قررت تترحم. لو هي زوجة. لو هي زوجة. فهي خايفة من جزها. اهو. بتفكر في جزها. فكرت في جزها. راجعت نفسها. وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام وعيب. حرام. ان انا اكون بتكلم رجل من دي زوجة. عناها في علاقة زوجة في الموضوع. بس لو مش علاقة زوجة غالص ورطباط. فالشخص ده عنده طرف تالت. وحاسس ان الطرف التالت ده تظلم معه. وقرر رهني معك انت. وانت حاسة بانك قدمت له وروق كتير اوي ومش راضي. وبصص الحاجة التانية. فهتقفلي الشابتر ده خالص من حياتك. شايف العلاقة دي بينكم ازاي? شايفها العشر صيوف. على فكرة الشخص ده. هقول لكم. الشخص ده على فكرة من بره بيظهر ان هو مية مية ولكن من داخله يظهر العكس. اي واي بصبت. شخص ده بعب من حوار العلاقة السلسية دي خالص. وقال لك ايه بقى? ليمين ولا شمالي? انا مرة هنا ومرة هنا. انا تاب. تاب خلاص تاب. تاب من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تمين. او تاب من واحدة شابة عادي معاك مين? فتاب. وحاسس ان العلاقة دي كان فيها مش ضعنات. كان فيها الام. مش عارف يوازن الناس. هو تعمز. واحد ده مع الارتحب خلاص. جاب اخره. وجاب اخره. وعايز استريح. ويرحل بقى. يرحل. فقرر الرحيل. انت شايفة ان العلاقة دي كانت يعني كانت علاقة كلها استقرار عشان كده انت زعلانة قوي. وهو قلب عليك. قلب عليك مرة واحدة او قلبت عليك مرة واحدة. يعني مرة واحدة كده قلب عليك. ويقول لك انا انا عايزة مشي. يا بنتي تي مش قلتي انك انك مسلا مش حب الوضع. لا 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 انا عايزة مشي. فائت كده مرة واحدة او فائق مرة واحدة. اه. بالزبط. ايوة ايوة. كده كنت ايوة. تشعر ان العلاقة دي كان فيها كان فيها حاجة حلوة قوي. كان فيها كان فيها كل حاجة. حرفيا. لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده زوج يبقى كان موفر لك كل حاجة. الزوج ده كان موفر لك كل حاجة. وكان عاملك استقرار وكل حاجة كان عندك. كل حاجة كنت فيه. انت كنت بتحبيه قوي. قوي. مش حب طبيعي يعني. ده كينج اوف كابس. كنت بتبدليه شعور رائع يعني. وهو كمان كان شعر معك بالاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى. هو ضميره صحي. بالزبط. ضميره صحي. فجأة. وحس انه هو ظلم حد معاه. ومتاجئ ليه? ايه علاقة سلسية? فيه طرف ثالث في العلاقة. لو انت ما تعرفش. ولو ممكن يطلع متزوج. وانت بيكونش من جوزها الحاجة. انت في علاقة مع حب. متزوج وعنده طفل. وكان مخنوق جدا من آآ. ممكن يكون كان بيكلمك عالطفل ده كتير يقولك انا خايفة ظلمه انا وانا. طب النصيحة ايه بقى يا برج النزان? النصيحة بتقولك ارجوك انظر الى الامام وارحل من هزي العلاقة. بص. الكارت ده مش شابه الكارت ده بس في حاجات مشتركة اقولك ايه. العلاقة دي كان فيها استقرار. صح? مش هكذب عليك. وكنت شعر فيها بقى انك كانت. صحة برضو مش هكذب عليك. ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقات. من العلاقة دي. لازم. في شيء نقص العلاقة دي. ايه هو? الامان مسلا. لان ما يكون شخص متزوج. وعنده عيلة. عمره ما يبقى في امان. انا انا دماغي في البيبي. ماغي في عيالي. يبقى في الزوج. ممكن تكون مراته عرفت على فكرة. انا عزي اقولك كان مفاجأة مراته ممكن تكون عرفت. وقالت له طلقني. وحس ان هو هيطلقه في عيال لا. لا خلاص بقى اتعدل. همش عادل. هي حاجة حلوة ان الزوج يرجع لزوجته. ولكن في قلبي بينكسر هنا. في ناس شعر ان هي بتموت. بتموت من القلم. وانت بيمتي له بما في الكفانك تعبانة. فالنصحة بتقول لك امشي. حتى لو زعلانة. بصي لقدام. حتى لو زعلانة. بمتبايق من اللي حصل بصي لقدامة. امشي. مش دي العلاقة اللي انت هترضيك. العلاقة دي مش فيها كل حاجة. طب هل في اه شيء جديد ممكن ينجي لبرج الميزان بعض العلاقة دي? بحاجة عامة طبعا انا هم كنت تحاولوا كلها. مش بحاجة يجي بعدش جالي. انت هتشيل الالام الماضي هوا يا برج الميزان. هبخوا سي فتحك كده. اه. انت في عرض جاي لك ولكن العرض متوقف. في حد مقدم لك عرض. شوف بقى دور حواليك. عشان كده كانت بيقول لك بص. بص قدام. بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض بس قريبا كده. آآ ممكن يكون كان عاقب انك في علاقة. وخايف. فحاول تدي له اي لام حاجة ده. برج الميزان باينة جبا يعني. هزي العلاقة علاقة ما فيهش استقرار من ناحية الامام. ولكن انت كنت شايف دي فيها. انت كنت شايف كده. يا ما بنشوف حاجاته بتطلع غلط. عادي. ولكن ولكن اعلن جيدا ان هذا الطرف. لو بعد عنك. اسمع بقى. بعد عنك. بعدت عنك. تمام? رجل وست. مرة واحدة لان انت شاعر بالغموض. الشخص ده قفل عليك مية ونور من غير ما يقول لك حاجة. اهو. الشخص ده متزوج عنده علاقة ثالثة. في منها اطفال. اهو. وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي تاني. ممكن يكون كب مطلق. ورجع. لو انت متعرفش يعني. ممكن تكون انت على عدم بذلك. وسبك بقى في الحيرة دي. وعارف على فكرة ان انت كنت بتحبه قوي. وسبت. لكن الطرف ده شخص ما عندوش استقرار. شكرا يا برج الميزان والمفصلين.